اشتركوا في القناة ما الذي أستطيع أن أفعله كي أنقذ هذا الطفل من الموت؟ هل أدلكم على من تستطيع إرداع؟ من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ أنا من بني إسرائيل وكنت أنظف المكان هناك منذ البارحة ورأيتكم وأنتم في حيرة من أمركم فأردت المساعدة فأنا أعرف مردعة جيدة وهل ستختلف المردعة التي ستأتي بها عن باقي المردعات؟ أعتقد ذلك أنا لا أعتقد ذلك فلنحاول ربما أصبنا هذه المرة هل وفقت يا مولاتي؟ نعم اذهبي وأتني بها لا أعرف بماذا أشعر بالضبط في هذه اللحظة فأنا سعيدة للقاء ابني وخائفة من أن يرفض الرضاع مني كيف لا يرضع منك وأنت أمه؟ ثم إنه رضع منك لمدة ثلاثة أشهر مضت فهو يعرفك معي مردعة ترجمة نانسي قنقر مولاتي ها هي السيدة التي حدثتك عنها ومن هي؟ إنها إنها أمي أي أنها من بني إسرائيل أيضا نعم نعم إذن حاولي إرضاعه ماذا بك أيتها السيدة؟ ولماذا هذه الدموع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا عاد الطفل موسى إلى حضن أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أتعلمين أن موسى رفض مرضعات كثيرات؟ موسى؟ من موسى؟ هذا الطفل أنا أسميته موسى لأنني وجدته بين الماء والشجر مو سي هل هو اسم جميل؟ نعم نعم يا مولاتي اسم جميل يليق بهذا الطفل الجميل منذ هذه اللحظة أصبحت أنت مرضعة حتى الفطاء سمعا وطاعة يا مولاتي ومن الآن ستمكثين مع موسى في هذا القصر لترضعيه وترعيه كيف ذلك يا مولاتي؟ لا أستطيع أن أمكث في القصر إن لي زوجا وأولادا صغارا ولا يوجد أحد يعتني بهم غيري وماذا عن موسى؟ من التي ستردعه إذا جاع؟ هل لا؟ هل أستطيع يا مولاتي أن أخذه معي إلى بيتي وأعتني به؟ وهل أستطيع أن أتحمل فراقه عني؟ سآتي به كل يوم إلى القصر كي ترى وأعيدك أعيدك أني سأعمله كأولادي وأكثر لا مانع ولكن أعتني به جيدا فهو كابني تماما الحمد لله أشكرك يا ربي أنا لا أصدق عيني لقد عاد طفل الحبيب إلى أحدني مرة أخرى يا طفلي طفلي الحبيب عاد إلي وسوف يتكفل فرعون به وبرعايته هل تصدق هذا يا عمران؟ هل تصدق هذا؟ طفلي عاد إلى أحدني طفلي عاد إلى أحدني نعم أصدق إن وعظ الله حق لقد أسموه موسى أسيا بنفسها من أطلقت عليه هذا الاسم لقد ذابت حبا فيه أمه سوف أذهب بقطعة القماش هذه لأصنع ليه ثوبا جديدا لقد أغضقت علينا آسيا بنقود وهدايا كثيرة جدا من أجل موسى ورعايته لقد جاء موسى وجاء معه الخير ليس خيرا لنا فقط الخير سيكون لبني إسرائيل جميعا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر موسى حبيبي هل يرضع جيدا؟ لا أتركه يجوع لقد زاد وزنه فعلا قليلا وماذا تفعلين عندما يبكي؟ أضمه إلى صدري فيسكت خذوه ولكن لا تدعوه يبكي مولاتي إنني إنني ماذا تريدين؟ تحدثي لا تخجلي إن زوجي مريض اليوم وقد أخذه ليعمل في بناء المعبد رغم مرضه وأستحلفك بحبك لموسى أن تحدثيهم ليتركوه حتى يشفى إن هؤلاء الجنود لا رحمة في قلوبهم اطمئني سوف أطلب من فرعون أن يعطيه يومين راحة أشكرك على عطفك يا سيدتي يا لعذاب بني إسرائيل من يصدق أن تفلنا موسى أبعد عن ظهرك سياطة جنود فرعون لمدة يومين ولكن بعد أن يمضي اليومان سأعود للصياتة مرة أخرى هون عليك لقد أصبح لموسى خاطر في بلاط القصر ولن ترضى آسيا العذاب لزوج مرضعة موسى بعد ذلك أبدا إن فرعون لا يعرف الخواطر إننا عبيد وسنظل عبيدا حتى نموت إن موسى يبكي أظن أنه جائع انظر إلى طفلي الحبيب موسى كيف كبر إن يو كابد تعتني به جيدا لو لاكي ما كان لهذا الطفل أن يظل على قيد الحياة لا أعرف كيف سمعت كلامك وعفوت عنه يا فرعون مصر إنه مجرد طفل ألا تعلمين بماذا فسر الكاهن الحلم؟ الكهان يخطئون أحيانا وكثيرا ما يصيبون وهل أرضى أن يصيبك مكروه يا زوجي الحبيب؟ إن هذا الطفل سيتربى معنا وسيقبر ويحمل الجميل لك وليه انظر انظر إلى وجهه انظر إلى ابتسامته الجميلة انه يشبه كثيرا عبيد بني إسرائيل عندما تكبر سأطلب منك أن تطلب من فرعون أن أعمل وصيفة لدى السيدة آسيا إنني لا أريد أن أحمل الأحجار لبناء المعابد كيف حال موسى؟ بخير يا أمي هل جاء والدك؟ ليس بعد إذن هيا نطو الطعام كي يجده جاهزا عندما يأتي هل هذه الفاكهة لنا؟ نعم لقد قطفتها من حديقة القصر إن السيدة آسيا تريدني أن أكل جيدا كي يشتد عود موسى ويصبح قويا من لبني وهل سيصبح موسى أخي قويا؟ نعم سيصبح أقوى رجل في مصر لأنه مكلف برسالة ويجب أن يكون قويا كي يحملها وما هذه الرسالة يا أمي؟ لا تتعجل يا مريم ستعرفين كل شيء في حينه هيا أيقذي هارون كي يأكل معنا وهكذا أصبح لموسى شأن منذ صغره وأصبحت آسيا تنفذ أي طلب يطلب منها من يكابد بعد أن تستحلفها بموسى الحبيب لا تتوقف أيها العبد عن العمل أتركه أسترح قليلا إنه زوج مردعة موسى بن فرعون شكرا لك ما رأيك في العقد؟ جميل جدا لقد أخذت في صنعه ساعات كثيرة إنه لموسى كان من الممكن أن نشتري له واحدا جاهزا حتى لا تتعبي في صنعه إنني أريد أن أتعب في صنعه كي يحافظ موسى عليه هيا أعطني رقبته كي ألبسه إياه انظري كم هو جميل في رقبته إنه حقا جميل يا سيدتي ولكن ابني أجمل ابنك؟ أقصد أقصد ابنك يا مولاتي يكابد هل موسى ابنك حقا؟ كيف كيف يكون ابني وأنت من استدعيتني لكي أرضعه؟ أنا لم أستدعك إن ابنتك مريم هي من عرضت علي الأمر أتعلمين أن هذا الأمر أخذ من وقتي الكثير وأنا أفكر فيه لقد رفض كل المراضع إلا أنت يكابد هل موسى ابنك حقا؟ كيف يكون ابني وألقيه في اليم؟ هل تستطيع أم أن تفعل هذا برديعية؟ أنا لا أتخيل أن تفعل أم هذا ولكن من الممكن أن تفعله كيف يا مولاتي؟ هل موسى من بني إسرائيل؟ أجبين لا أعرف يا مولاتي هل تعلمين أن فرعون فكر كثيرا؟ أن يقتل موسى لأنه قد شك فيه يقول إنه الطفل الذي سيزيل عرشه من مصر وهل ستتركينه يقتل موسى بسبب كلامي كاهن؟ لا يا مولاتي لا لا يا مولاتي أرجوكي وعندما سألتني هل أنا أمه أم لا ارتبكت ولم أعرف بماذا أجيب هل رأت منك أي شيء انتجاه موسى؟ رأت مني المعتاد الاعتناء به والخوف عليه إن نظراتك لموسى ليست نظرات مرضعة وماذا عساي أن أفعل؟ كلما نظرت لوجه موسى أذوب حبا فيه تماسكي تماسكي بالله عليك كيف؟ كيف أتماسك؟ لقد أخبرتني آسيا أن فرعون يريد أن يقتله لأنه يشك أنه الطفل المنتظر لا تخافي لن يقتله إن الله بالغ أمره لقد فكرت أن أهرب به كي أحميه من بطش فرعون وجهانته نحرب؟ وإلى أين سنحرب؟ لا أعرف لا أعرف تمالكي نفسك يا يوكابد وإياك أن تشعر السيدة آسيا أنك أم موسى سأتمالك نفسي ولكن أتدري أن قلبي يرتاح كثيرا لهذه المرأة عندما أنظر في وجهها أرى في عينيها الإيمان والتوحيد تحويل ترجمة نانسي قنقر إن آسيا زوجة فرعون تذوب فيه حباً نعم هيا أريني إياه إنه فعلاً جميل ويأسر القلوب هل لي أن أحمله قليلاً؟ بكل سرور هل وجدته حقاً على ساحل النهر في صندوق؟ نعم ورفض كل المراضع إلا أنت؟ نعم هل أقول لك سراً؟ سراً؟ نعم سر إن حديثاً يدور بين بني إسرائيل عن هذا الطفل وما هو هذا الحديث؟ إنهم يقولون إن هذا الطفل هو من سيزول على يديه ملك فرعون وإنه من بني إسرائيل وليس مصرياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ووجب على أم موسى أن تعطيه لآسيا بعد أن أنهت مهمتها لقد جاوز موسى سن الرضاعي عمران وماذا يعني هذا؟ يعني أننا يجب أن نرجعه إلى القصر مرة أخرى إن فراق موسى صعب ولكن يجب أن يعود إلى القصر مرة أخرى وكيف لي أن أفعل هذا؟ كيف أستطيع العيش دون أن أراه ثانية؟ تشجعي تشجعي يا يوكابد واصبره فإن الله مع الصابرين لقد جاءني جندي في الصباح وأمرني بأن أرجع موسى إلى القصر قبل غروب الشمس إذن هيا نفذي الأمر حتى لا يحدث لنا مكروه إن آسيا كانت تعد الأيام والليالي على سن فطام موسى وتشتاق إليه مثل ما نشتاق نحن إليه لا لا أستطيع أن أفعل هذا شئت أم أبيت ستتم رسالة الله هيا الهضي وأنا سأذهب معك لأوصلك إلى باب القصر هيا هيا يا يوكابد ترجمة نانسي قنقر هيا 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 دخلي بموسى وأعطيه لآسيا إنني إنني من الله عليك من الله عليك تشبفي بالصدر هيا 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 يوكابد انتظري دعيني أقبل آخرة قبل موسى 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 مولاتي لقد أحضرت موسى آه موسى أخيرا عدت إلى أحضاني مرة أخرى لقد جاوز موسى سن الفطام ومن الآن سيأكل أي شيء يقدم له لقد كنت أعد الشهور على فطامه كنت أشتاق له كثيرا ها هو قد أصبح في أحضانك مرة أخرى يا مولاتي شكرا لك يا يوكابد لقد سهرت الليالي وتعبت في الاعتناء بموسى وها هو قد أصبح طفلا قويا بفضلك أنت شكرا يا يوكابد لا شكر على واجب يا مولاتي إن موسى طوال فترة الرضاع كان طفلا هادئا وطيب الطباع لا تظني بأنني سوف أتخلى عنك بعد أن فطم موسى سوف أظل أرعاك وأقدم لك العونة دائما شكرا لك يا مولاتي ولن أحرمك من موسى كيف يا مولاتي في أي وقت شئتي أن تريه تعالي ولا تترددي هل هذا صحيح يا مولاتي نعم صحيح إنني أعرف أن من يرى موسى يتعلق به ولا يستطيع نسيانه هذا صحيح يا مولاتي وإن أردت أن تأخذيه إلى منزلك فتعالي وخذيه شكرا لك يا مولاتي شكرا لك لقد كان قلبي يحترق لفراق موسى هيا يا بنات تقدم لقد جاءكم موسى وسيظل معنا إلى الأبد يا لطفلي العزيز يا لطفلي العزيز لقد كبرت واشتد عودك وجاءك سن الفطام من اليوم ستأكل كل شيء كي يشتد عودك وترمح في بلاط القصر كيفما تشاء ويرى جميع الناس طفلي العزيز الذي طالما غرقت في حبه أدخل مولاتي لقد جاء مولاي الفرعون وينتظرك في غرفة الملك سآتي حالا له هيا كي ترى الفرعون ويراك ويسعد بك كما سعدت أنا لقد طلبت مجيئك بمفردك وهنا وقع قلب آسيا في أقدامها وتوترت وألجم الموقف لسانها وعلمت أن فرعون ماض في قراره لا محالة قد طلبت مجيئك بمفردك ولكنني جئت بموسى كي تراه انظر إليه كيف كبره واشتد عوده لقد فطم اليوم وجاءت به المرضعة إذن فهو من الآن لن يغادر القصر بلى انظر كم هو سعيد إنه لم يسكت عن الضحك منذ الصباح احمله وداعبه قليلا إنه جميل جميل جدا ليس الآن لأجل خاطري خذ هو داعب إنه طفل جميل إنه بشوش الوجه لقد سكت عندما وضعته على ساقي داعبه وسيضحك إنه لم يعرفك بعد لقد قطب جبينه إنه ينظر لي نظرة غضب لقد جذب لحياتي بقوة كاد أن ينزعها من ذقني أيها الشقي إنه ليس بطفل لقد جذب لحياتي بقوة رجل هذا هو عدوي إنه الطفل الذي أشار إليه الحلم أيها الخدم أحضروا الزباحين كي يقتلوا هذا الطفل حالاً ترجمة نانسي قنقر ترى كيف حالك الآن يا موسى هل أطعمك ومن الذي يطعمك هل جننت يا امرأة إنه في القصر سيأكل أشهى وأطيب الطعام ألن نرى موسى مرة أخرى يا أمي سنراه لقد قالت آسيا لوالدتك إنها يمكنها أن تأتي لطراه في أي وقت تشاء إنني أخاف عليه من رطش فرعون وجبروته إن الله يحرصه منذ أول يوم ولد فيه لا تخاف عليه لا تخاف ما دام الله معه فليحرصه الله من فرعون وشرونه أعف عنه يا مولاي إنه مجرد طفل طفل؟ لا يستطيع طفل أن يجذب لحياتي بهذه القوة لقد كاد أن يقلعها من جذورها أرجوك لا تقتله إنني متعلقة به جداً إنه عدوي أتفهمين هذا أم لا؟ اترك ذراعي لا أستطيع التحمل يجب أن يقتل هذا الطفل كي أستريح إنه يهدد عرشي عرش زوجك لا يستطيع مخلوق على الأرض أن يهز عرش فرعون إنه أقوى ملك على الأرض القوة لا تدوم وإن كان موسى بهذه القوة وهو طفل فماذا بعد أن يكبر ويصير شاباً؟ ماذا أفعل لتقتنع؟ ماذا أفعل أنا كي أقنعك؟ إن قلبك متعلق بهذا الطفل تعلقاً غريباً لماذا كل هذا التعلق؟ أتوسل إليك أن ترحمه انظر إليه كم هو وديع وهو نائم لن أرجع عن قراري هذه المرة لقد أرسلت في إحضار الذباحين وإنهم على وصول لماذا فعلت هذا يا موسى؟ لماذا؟ لماذا؟ موسى؟ موسى الطفل هو من فعل هذا؟ نعم كيف؟ إنني لا أصدق لقد مزق الجلد الذي أسفل الذاقم لقد جذبها بقوة شديدة كيف لطفل أن يفعل هذا؟ كيف أتته كل هذه القوة؟ إنني أظن أنه الطفل الذي أشار إليه الحلم نعم يا مولاي طفل كهذا لا يجوز أن تنتظر عليه أكثر من ذلك لقد أمرت أن تقطع رقبته وأرسلت في طلب الذباحين خيراً فعلت يا مولاي أدخل لقد جاء الذباحون أدخل إن مولاي الفرعون يطلبك ويطلب موسى معك يا مولاتي ألا تعرفين لما؟ لا أعرف يا مولاتي اذهبي وقولي له إني سأحضر حالاً هل سيقطع رقبتك فرعون؟ أم سيكتب لك عمراً جديداً؟ مثل ما كتب لك عند النهر اقتلوا هذا الطفل حالاً انتظر إنه مجرد طفل فرعون حبيبي أنا عندي حل سيؤكد أن موسى ليس هو الطفل المقصود هذا الطفل ليس له حل إلا قطع رقبته إنه لا يعي ما يفعل انظر سنأتي بصحنان صحن به يقوت وصحن به جمرات من النيران ونقدمها إليه وإذا التقط الياقوت فهو يعرف ما يفعل وإذا التقط الجمر فهو لا يعقل ما يفعل إذا أحضروا الياقوت والنيران هيا قربوا منه الصحنين هيا يا صغيري التقط ما يحلو لك سيلتقط الياقوت لا محالة أرأيت؟ لقد وضع الجمرة في فمه إنه طفل لا يدري ما يفعل إلي بالمياه كي نرطب فمه إنه يتألم من اللهب إلي بالمياه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا بعد أن تبين لفرعون أن موسى مجرد طفل لم يعد يغيره انتباها ونجاه الله من بطش فرعون للمرة الثانية انظري ها هو موسى هيا نتحدث معه قليلا إنه ألثغ في الراء وأحب أن أسمعها من فمه وهو يقولها بطريقة تجعلني أحبه أكثر يقولون إن سبب هذه اللثغة هي الجمرة التي التقطها في فمه عندما وضع أمامه الياقوت والجمر لقد سمعت هذا الحديث فانفتر قلبي عندما سمعت أنه وضعها في فمه سأنادي عليه كي يقترب منه موسى موسى تعال هنا سأجعله يقول فرعون وراقب الراء في اسم فرعون كيف يقولها إنه رائع في كل شيء هيا يا موسى قل فرعون ها؟ فرعون قل يا موسى ها 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 من اليوم ستكون لك حجرة بمفردك لقد كبرت وتعديت الأربع سنوات ويجب أن يكون لك حجرة بمفردك مولاتي جهز الغرفة التي بجانب غرفتي لموسى فمن اليوم سيكون له حجرة بمفرده سمعا وطاعة يا مولاتي اشتركوا في القناة ماذا تصنعين يا أمي؟ أصنع ثوبا لموسى موسى؟ هل سترينه اليوم؟ نعم سأذهب إليه بعد أن أنتهي من صنع الثوب له فلتأخذيني معك إنني أريد أن أرى أخي موسى إنني أفتقده كثيرا يا أمي انتظري حتى يأتي إلينا إنني أخاف أن تقعي بكلمة أمام آسيا فتعرف الحقيقة حبيبي فرعون هل ما أخبرت لي به القابلة صحيح؟ نعم صحيح لقد حملت مرة أخرى وسآتي إليك بفرعون صغير ولكن هل سيعيش حتى يصير فرعون مصر؟ سيعيش هذه المرة لن أتحمل أن أرى ابني يموت أمام عيني مرة أخرى لن أستطيع سأصلي من أجل أن يعيش وماذا عن موسى؟ موسى؟ ماذا به؟ فلنجعله يعيش وسطنا مثل ما كان نعم فلنجعله يعيش وسطنا فإنني متأكد أن الطفل الذي سيولد لن يعيش طويلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله غالب على أمره أريدك أن تعلم موسى القراءة والكتاب والحساب والفلك والهندسة سمعا وطاعة يا مولاي أريده أن يكون متفوقا في كل شيء ثم بعد أن يتعلم هذا علمه أيضا التشريح سمعا وطاعة يا مولاي أريده أن يكون قويا بعلمه ومعرفته عمران لقد آن الأوان أن تعلم موسى دين الله دين آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم يجب أن يعرف ما هو دين الله الحق يجب أن يعرف دين التوحيد أنه لا إله إلا الله لا شريك له وأن ما يعبد من دونه شرك وكفر به إن الكهنة يعلمونه في قصر الفرعون من فضل الله عليه أنهم لا يعلمونه عقائدهم إن فرعون لا يهتم به ولا يهتم بتعليمه لعقائدهم الدنسة سنعلمه الدين الحق حتى يكبر ويكمل رسالتها لقد حبلت آسيا لقد علمت ولكن لا تقلق سيموت مثل الآخرين هذا ما أخبرتها بها لقد أخبرتك مرارا أن تتزوج مرة ثالثة لكي تنجب الفرعون الذي سيعيش أنني لا أفكر في الزواج مرة أخرى إذن فالتعش وحيدا ولتمت وحيدا أقول لك شيئا تبنى موسى واجعله الفرعون القادم ومن موسى كي أتبنى إنه طفل غريب وجدته آسيا على ضفاف النهر وأدخلته أنت القصر كي يكبر ويترعرع فيه موسى أمره مقضي فهو لن يكون ابنا لي أبدا ترجمة نانسي قنقر موسى أمره مقضي مولاي إن مولات آسيا جاءها ألم المخاض أحضر لها القابلة لعله يكون ولداً يا مولاي ولد بنت لن يعيش فكل أبنائي يموتون اذبح الذبائح وقدم القرابين للآلهة وصل من أجل أن يعيش إن الألهة غاضبة علي مهما فعلت فقد كتب علي أن أرى طفلاً لي يكبر أمام عيني لأقلده مناصب الحكم إنه ولد ولد أريني إياه هل يا ترى سيعيش أم سيموت مثل إخوته السابقين سيعيش يا مولاتي سيعيش أين موسى فلتبعثوا به إليه حالاً سآتيك بموسى أطال الله عمرك كما أطال عمر موسى ها هو موسى يا مولاتي اقترب يا موسى كي ترى طفلي الصغير تعالى لا تخف هيا قبل مرّت خمسة أيام منذ ولد ولم تأتي إلى حجرتي حتى ترى ابنك إنني مشغول هذه الأيام مشغول عن زوجتك وابنك؟ إنك حتى لم تختر له اسماً بعد أطلقي عليه أنت أي اسم فهو لن يعيش طويلاً لما تقول هذا؟ لأنني أعلم هذا جيداً انظر إليه إنه يجبهك تماماً لا أريد أن أراه حتى لا أتعلق به وأحزن عند فراقه لا تكن قاسية القلب انظر إلى طفلك انظر إلى ملامحه إنه جميل فهلاً لا يستحق الموت أيها العبد اعمل ولا تتحدث مع موسى مولايا موسى اذهب من هنا حتى لا يصيبك مقروه اذهب أرجوك إذا حدث لك أي مقروه فسوف أعاقب من فرعون أشد العقاب اذهب أرجوك فرعون فرعون زوجي الحبيب مرحباً بك يا نفرتاري جئت إليك كي أزف إليك خبراً سعيداً خبراً سعيداً إنني حبلة سألد لك بعد تسعة أشهر ماذا؟ حبلة؟ وهكذا حبلت نفرتاري وأنجبت لفرعون المولود الثاني بعد عام من ولادة ابن آسيا ثم حبلت آسيا وأنجبت كذلك وتزاد عدد الأبناء لدى فرعون وأنجب بعض التوائم ومرت الأعوام العام وراء العام ولم يمت أي ابن لفرعون حتى صار عمر موسى عشرة أعوام أرأيت يا أمه لم يمت أي طفل لي لقد عاشوا جميعاً لقد رضيت عنك الآلهة أخيراً إنني سعيد بكل هؤلاء الأبناء لقد قلت لك مراراً إنه لا يوجد عيب في نفرتاري أو آسيا لقد كنت أريد أن أدخل سعادة إلى قلبك بأي طريقة إنني اليوم سعيد جداً سأذبح الذبائح وأقرب القرابين للآلهة موسى حبيبي كيف حالك؟ إنني أعلم أنك حزين لما تراه من قصوة الفرعون على عبيد بني إسرائيل لكن ما باليد حيلة هيا أحمل أخيك وداعب إنه يحبك كثيراً عمران استيقظ إن أحداً ما يطرق بابنا ومن الذي سيطرق علينا الباب في هذه الساعة المتأخرة من الليل قم لترى من من موسى 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 انهض أيها العبد قم واحمل حجرك واصعد به إلى الهرم أذركني يا موسى أخبرهم أنني رجل عجوز لا أحتمل العمل إنه حجرك ويجب أن تحمله وتصعد به إنها أوامر الفرعون وعندما يسمع موسى اسم فرعون يصمت ولا يستطيع أن يفعل شيئا للعبد إنها أوامر فرعون ولكن مهما قال فرعون فإن موسى سيساعد الرجل العجوز في وضع الحجر في مكانه هنيئا لك بالجنة يا موسى ولعدوك بالنار اشتركوا في القناة لا أستطيع أن أفعل شيئا لعبيد بني إسرائيل يا موسى إنهم خونة في نظر فرعون ولهم تاريخ أسود مع الفرعون الأكبر أنت لا تعلم شيئا عن عبيد بني إسرائيل ولكنني سأطلب من فرعون أن يرحمهم قليلا كما طلبت مني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرت الأعوام عام وراء عام وكبر موسى وأصبح على أبواب الشباب وأصبح يسير وسط عبيد بني إسرائيل وقد كان يحب أن يسير وسطهم ولكنه كان يكره ظلم فرعون لهم كان يسير وسط عبيد بني إسرائيل ويرى الوجوه التي كستها الذلة والخنوع أرحمهم ومن سيرحمني منهم إنهم عبيد أولاد عبيد حتى أبد الظهر لقد مد أبي لهم يد العون وانقضوا على هذه اليد إنهم عبيد يا فرعون إن الجنود لا يرحموهم ولكن موسى يرحمهم انظر اليوم ماذا فعل حمل الصخور فوق ظهره مكان بعض العبيد موسى موسى الذي تربى في هذا البلاط وأكل أحسن الأطعمة وشرب ألذ الأشربة ونام فوق الحرير ووساد الريش البارحة شارك بعض العبيد غداءهم موسى موسى الذي ما زلت تربينه في هذا القصر والذي تتمسكين به أكثر فأكثر يتدخل في شؤون دولته إنه ما زلت تدافعين عنه وستدافعين عنه إلى أبد الظهر موسى 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 من أين جيت تاني يا موسى إنه طلب بسيط يا مولاي سأرحمه وأرحم عبيد بني إسرائيل لأنني إله وإله بني إسرائيل باركك الله يا موسى لقد جعل لنا فرعون ساعة في وسط النهار كي نستريح فيها باركك الله يا موسى فليحيا موسى نصير عبيد بني إسرائيل فليحيا موسى نصير عبيد بني إسرائيل فليحيا موسى نصير عبيد بني إسرائيل وكان موسى عبدا صالحا لم يكن ليسجد للأصنام أبدا وكان يرى أن ما يفعله فرعون وكهنته من السجود لأصنام هو أشد دروب الكفر ظلاما ولم يكن فرعون يطلب من موسى الذهاب معه إلى المعبد مثل باقي أولاد فرعون فلتشتري مني هذا الصنم باركتك الآلهة يا موسى إن لي أطفالا جائعين وأريد أن أبيع هذا الصنم وأشتري بثمنه بعض الطعام لهم لماذا فعلت هذا يا موسى لماذا فعلت هذا اكسر ما شئت من الآلهة يا موسى اكسر ما شئت ودبت في قلب موسى الغيرة بعد أن سمع ما يتردد في القصر قالوا أخوه هو وريث العرش من بعد فرعون وتساءل موسى لماذا أخوه وريث العرش وهو أحق بالعرش منه إنه ابنه الأكبر ويجب أن يأول العرش إليه ولعبت الأفكار بعقل موسى وبات يسأل كل من في القصر عدا فرعون وآسيا وبات الكل يتهرب من قول الحقيقة إلى أن قرر موسى سؤال فرعون وآسيا نعم هو وريث العرش لأنه جزء مني أتوسل إليك يا مولاي أن تسكت ابني لأنه سليل الآلهة وسيكون إلها عندما يحكم العبيد وأقلده العرش مولاي ابني الذي لم يفرض علي كابن والذي أرفضه منذ لقياه أصمت كفاك كلاما موسى هناك حقيقة كنا نخبئها عليك نعم هناك حقيقة اذهب إلى كبير الكهان وسيخبرك بالحقيقة أنا لا أستطيع أن أخبرك بها ولا أنا كذلك وذهب موسى إلى الكاهن وأخبره الكاهن بكل شيء بكل شيء وهذه هي القماشة التي كنت ملفوفا بها عندما التقطتك الوصيفات من على ساحل النهر وهذا هو الصندوق الذي كنت نائما فيه سابحا في النهر إننا نرجح أن تكون ابنا لأحد عبيد بني إسرائيل فقد كان في هذا العام يذبح الفرعون أطفال بني إسرائيل من الذكور ونظن أن والديك قد نجياك بهذه الطريقة من يد الفرعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ليوكابد وعمران إنما قاله الكاهن صحيح نعم أنت ابن من أبناء عبيد بني إسرائيل نحن والداك يا موسى لقد أمرني الله أن ألقيك في اليم لقد حرم الله عليك كل المراضع كنا نخاف عليك من الذبح أراد فرعون وأراد الله وتمت مشيئة الله وأعادك الله إلينا بعد أن حرم عليك المراضع إلا مرضع أمك أرادك الله أن تحيا حياة غير حياة بني إسرائيل حياة الذل والعبودية كبرت وترعرعت في القصر واشتد دعودك أراد الله إنقاذ بني إسرائيل من يد فرعون فرعون الذي يظن نفسه إلها وهو بشر لا حول له ولا قوة فرعون الكافر الذي يسجد للتماثيل ويقدم القرابين لآلهته إن الله واحد لا شريك لا رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبائنا وآبائك كنت كلما سمعت العبيد يمتدحونك أشكر الله على هذه المحبة وأنا كنت أسجد لله شكرا على أنك لم تكن تحب أن تذهب إلى الأصنام والأوثان في المعابد وتسجد لها إن السجود لله لا شريك لا لقد أعادك الله إلينا يا موسى وعلم فرعون أنك قد علمت كل شيء لن يستطيع فرعون أن يفعل شيئا بعد ذلك لك إنها مريم أختك الكبرى وبجوارها هارون أخوك ماذا قلت يا أمي؟ قلت أختك؟ لقد علم موسى كل شيء أهذا صحيح؟ وهل علم أنني ساهمت في الموضوع؟ نعم علم وكان ينتظر لقياك أنت وهارون يا لأخي الحبيب يا لأخي الحبيب يا لأخي الحبيب وهذا ни pen hacer جيدك هل سمعتم ما سمعت به من أمر موسى؟ ماذا سمعت؟ يقولون إن موسى لم يكن ابناً لفرعون وقد عاد إلى أبويه الحقيقيين ماذا؟ ومن إذن أبواه؟ عمران ويكابد إذن فهو من بني إسرائيل وليس مصرياً نعم وكأنه كان يشعر بهذا دون أن يعلم لطالما مد يد العون لنا وواقف بجانب الضعيف وأطعم الجائع منا نعم إن مثل هذا الشاب التقي الطيب لا يصح أن يكون ابناً لفرعون ذلك الطاغية الجبار فأكون ثرثرة النية والنسوة ومن؟ موسيقى 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 موسيقى